دكتور الهام كلاب موجودة معنا اليوم أستاذة جامعية وباحثة رئيسة حلقة الحوار الثقافي ناشطة بالمجتمع المدني ورئيسة جمعية الابنانيات الجامعيات بس نعرف شو عم تعملها الأيام بس ما بديك أكيد تعريف في الدكتور كلاب يعطيك ألف عافية على كل يعني النقاط اللي عم بتثريها ودايما بتثريها بالمجتمع نقاط ممكننا عم نفكر فيها ونعاني منها بس مش دايما فيه أشخاص يحكوا عنها اليوم موضوعنا هو مؤتمر حوار الثقافات وأسئلة الهوية المؤتمر الذي صار بالمغرب شهر الماضي خبرنا عنه نعم هذا مؤتمر حوار الثقافات وأسئلة الهوية أقامته جمعية اسمها مركز الذاكرة المشتركة لأنه نحن يحسوا أنه بالعالم حتى بأي بلد لا يوجد ذاكرة مشتركة عند كل المواطنين من أجل الديمقراطية والسلم والسلام المؤتمر جرى بمدينة مكناس وكان كمان احتفاء بالسنة الأمازيجية ونعرف أنه بالمغرب فيها أعراق عديدة الأمازيجية هي كلغة اعتمدت رسميا الآن بالمغرب ودلالة احتفاء فيها هو أنه المغرب متكون من أعراق متعددة هو نموذج لكيف تكون يكون حوار الثقافات لبناء وطن مشترك هالمؤتمر بالزيت شاركتي فيه على أي أساس نعم شاركت فيه على أي تايتل من كل هولا دعيوني أنا اللي أحكي عن التجربة اللبنانية تجربة اللبنانية بهالمجال كتير غنية نحن مع تنوعنا كلنا بهالبلد الصغير ولكن عنا ثقافة مشتركة عنا توق أن نكون معا وعنا تجارب ممكن تجارب فشلت أو تجارب نجحت أو غيره سواء من مجتمع المدني سواء من سياسيين أو مسؤولين ولكن عنا توق دائم وعنا نوع من انسيابية أنه نقدر نعيش مع بعضنا من خلال انتبقنا إلى هوية متشكلة متنوعة مش هوية وحادية برغم من كل اختلافاتنا وكل مشاكلنا وهلقد فيه تنوع عنا وهذا الشيء بيكون صعب إدارته بعدنا أنا قلت أنه لبنان هو مختبر انتبهوا وحافظوا عليه بالعالم العرب وحافظوا عليه بالعالم لأنه مختبر تتجدد فيه التجارب ويتجدد فيه توق الإنسان اللبناني أنه يعيش معا في هالمجتمع مع أنه مجتمع عانى كثيرا ومجتمع يتميز أنه فيه هو هجرة وهو ملجأ بتنوع تاريخه كله ولكن بيقدر يعمل من هالمزيج الغني كله بيقدر يعمل هوية مشتركة مش بالضرورة تكون متشابهة ولكن مشتركة وهون بتطرح قضية ترحت قضية الكتاب تدريس التاريخ نحنا معنا كتاب تاريخ موحد ما بقول موحد لأنه ما بحب يكون موحد هلأ فينا معنا كتاب تاريخ معنا كتاب تاريخ نعم لأنه تلميزنا أو الشاب اللي بتحلقني مشتت بين شي بيخده من الأهل شي بيخده من الشارع شي بيخده من بعض قراءات ولكن صياغة تاريخ متنوع وقابل ببعضه حتى بحروبه حتى بمعاركه حتى بلقاءاته هذي كلها بتشكل نسيج متفرد نحنا نقدمه للعالم قد كتاب تاريخ بيقدر يكون اليوم موضوعي يعني ما نهيني الشغل؟ الكتاب التاريخ مش لازم يكون تعليم للتاريخ بتجيب وثائق بتحطيها بتخلي التلميذ هو ذاته يفكر من خلاله ويستنتج هون دور الأستاذ إنه إذا كان الأستاذ هو نقي من أي تعصب أو من أي عصبية إنه يقدر يقود التلميذ لاستنتجات ما نخاف إذا في مرأة علينا حروب ما نخاف إذا مرأت علينا فرقة ولكن لازم نعتبر أنه فيه توق متواصل بدنا إرادة حياة بهالبلد وبدنا هالبلد يقدر يعيش هون بفيه إلا كمان الدولة إلى دور كبير يعني انتماء إلى دولة مش إلى طواقف مش إلى طواقف هذه هي بتصور الحل الوحيد فإذا هون موضوع الهوية التي كمان طرحت وترحتها دكتور كلاب موضوع الهوية شو مطلوب مننا أن نكون لدينا هوية وحدة أنه كمان في هون إلغاء للهويات كتب أمين معلوف كتاب الهويات القاتلة أحيانا الهويات المتنوعة تقتل الإنسان من داخل قبل أن تقتل المجتمع ولكن نحن لبنان ننعم أنه نحن بكل العالم العربي دولة علمانية مقلة دين دولي يعني نحن دولة علمانية سلطة علمانية ولكن أفسحت المجال للطواقف أن تشارك في بناء هذه الدولة المشكلة أنه طواقف في أحيان عديدة بدل أن تشارك أصبحت هي سلطة في داخل الدولة وهذا اللي بيخلي المشكلة تطرح دائما مشكلة دينية مشكلة المذهبية باللبنان أعلم نشوف صور من المؤتمر مين كانوا المشاركين المشاركين كانوا مفكرين من العالم العربي ومن أوروبا أيضا وكان فيه مشاركين من المغرب يعني مفكرين من المغرب وكان فيه هدف أنه يطلع بيان مشترك لهالمجتمعات كلها اللي ما بقولت عاني التي تنعم بالتنوع أنه تقدر تلاقي صيغة للتعايش بعالم قصر عم في عصبيات وفي إرهاب هنا عم نشوف على كل حال كمان كأنه ما فيه كثير عنصر نسائي بهالمؤتمر عالي اللي بالصور مضبوط معتد كنت المرأة الوحيدة أنا بهالمؤتمر يعني أحد أمرأة مغربية ولكن ما كان فيه صراع جندري بقدر أقول هو هدف أصل نوصل لمطرح ما نقول رجل أمرأة نقول ياللي عنده اختصاص واقفاء بهالموضوع بالتحديد يكون موجود رجل أمرأة ولكن بدي أقول لك أنه بأي مكان فيه عصبيات طائفية فيه عصبيات جندرية ضد النساء يعني رأبية بالعالم كله لسبب بتكوني متعصبي ضد الذي يختلف عنك يعني أنت بتعتبر حالك الأساس هو يختلف بينما رؤية حقيقية للمجتمعات بتاع يوشا أن تحترم الانتماء الآخر وأن تصغي معه لصياغة دكتور كلاب بتعطي كور اسمه والعلاقات بين الشرق والغرب صحيح وهون العلاقة بين الشرق والغرب هل هي مغنية ومفيدة أو كمان عندها سلبيتها معرفة تاريخ علاقات الشرق والغرب كثير مهمة لأنه سواء بالعدوات أو بالتفاعل اللي صار وخاصة كان يبقى فيه ممكن عدوات سياسية أو حربية ولكن التفاعل الثقافي والحضاري كان متواصل كلنا استفدنا من بعضنا كلنا أخذنا من بعضنا وهي دي بتدلنا أنه أحيان فكرة السلطة هي اللي بتخلق العدوات لا الأديان ولا الأعراق ولا غيره ولكن أنت تسلط وأن يكون عندك فائد قوي اللي تحكم الآخرين وتجبرهم وأن يكونوا مثلك هي اللي بتعمل الصراعات والدليل أن المجموعات أول شي بتكون عم تتسلط على مجموعات أخرى بعدينها بصير عم تتسلط على بعضها على بعضها لأنه هون ميزان القوى لازم يضل بتكون اللي بتتسلط على بعضها بتكون أشرس ونحن شفناها بالحرب اللبنانية الماضية لما كل مجموعة صرفت إلى بعضها كان علاقاتها أو عدواتها الداخلية أشرس من العلاقات مع الآخر فإذا المؤتمر يعني إلى وين أفضى وقدّي المؤتمر سيؤدي إلى لقاء آخر بالأشهر المقبلي بالمغرب كمان لتعميق البيانة اللي طلع منها المجموعة كلها اللي مكونة من حوالي أربعين مثقف وأربعين مفكر وأربعين مناضل من العالم والعالم العربي وخاصة منعرف أنه في عنا كتير إثنيات في عنا أديان عديدة في عنا انتماءات عديدة كيف بمرحلة العالمي ومرحلة الإرهاب ممكن نشكل نموذج للقاء الإنساني اللي هو لقاء الأفضل والأمثل بالعالم دكتور إلهام كلب أهلا وسهلا فيك دايما نمبسط بوجودك معنا ومنفخر كمانا سكرا سكرا كل مشاركاتك وينما كان بالعالم باسم لبنان أهلا وسهلا فيك سكرا وقفة هلأ ومنتابعة لايف